بناءً على طعب الفانز معجون الأسنان اسمه Tooth Paste Tooth paste Tooth paste Tooth paste You should brush your teeth twice a day with a tooth paste يعني لازم تخصي سنانك مراتين في اليوم بمعجون الأسنان World of the day كلمة اليوم هي كلمة relevant وrelevant دي بنستخدمها علشان نوصف ان حاجة مرتبطة بحاجة او ليها علاقة بحاجة او مش مرتبطة بحاجة فمثلاً لو عايز اقول ان انا بشتغل المفروض ان انا اشتغل مدرس لان انا تخصوصي تدريس بس انا بشتغل حاجة تانية مليهاش علاقة بالتدريس فهقول I'm supposed to be a teacher but I have another job which is not relevant to teaching I'm a taxi driver الجملة دي معناها ان انا المفروض اشتغل مدرس بس انا بشتغل مهنة تانية مليهاش علاقة بالتدريس وهي ان انا سواق تاكسي اعمل جملة على الكلمة دي وسبب التعليقات واصل لحالك ولو عندك اي كلمة عايز تعرف معناها سبها اللي في التعليقات برضو هامل عنا فيديو ان شاء الله مستنيك لو عايز تقول لحد انا بحبك بكل عيوبك قوله I love you with all your flaws I love you with all your flaws I love you with all your flaws يعني بحبك بكل عيوبك منشان لحد بحبه بكل عيوبه This is the keyboard We use it to write words لو عايز تقول لحد انت نور عناية قوله You are the apple of my eyes You are the apple of my eyes Don't you know that you are the apple of my eyes هوا انت مش عارف ان انت نور عنايا ولا ايه هااااااااا في حد ان الفانز طلب مني انتقلوا الكلمة دي وزي ما انتم عارفين ان طلبات الفانز اوامر الكلمة دي سهلة جدا بسيطة وعلشان نقراها هنقسمها المقطعين بري ليميناري بري ليميناري بري ليميناري بري ليميناري بالشكل ده والكلمة دي بتستخدم علشان توصف حاجة بانها بصفة مبدئية او بصفة اولية او فكرة لسه تحت الدراسة حاجة لسه تمهيدية يعني مثلا لو انت دكتور جماعي وحد من الطلبة بيسألك عن البروجيكت بيقولك يعني ان تقراك في البروجيكت بتاعي يعني انت تقراك في البروجيكت بتاعي فانت هتوده تعليه و تقوله I didn't finish yet but I have some preliminary notes يعني انا لسه ما خلصتوش بس انا عندي شوية ملاحظات مبدئية ما تنساش تكتب لي اي كلمة صعبة علشان عملها في فيديو مستنيك ثمس كلمات تعبر بيهم عن الشخص المغرور المتكبر اول كلمة هي كلمة arrogant ثاني كلمة هي كلمة considered ثالث كلمة هي كلمة هاري رقم 4 خامس كلمة و تباني انها هي صعبة لكن في الحياة هي سهلة جدا supercellious supercellious طب ازاي نستخدم اي كلمة من الكلمات دي بمده البساطة كل كلمة من دوله فهي عبارة عن صفة فلو انت هتكلم شخصي face to face وجها الى وجه وعايز تقوله ان انت مغرور او متكبر هتقوله وبعدين تقول اي صفة من الخمسة اللي احنا قلناهم اما بقى لو بتكلم شخص عن شخص تاني بتوصفه له فلو ولد هتقول he is وبعدين الصفة أو تقول she is وبعدين تقول الصفة وبس اعمل جملة واستخدم فيها صفة من الخمسة اللي احنا قلناهم واكتبها في التعليقات واصل لحالك ما تنساش تقولي اذا كان عجبك النوع ده من الفيديوات ولا لا علشان نامل منه كتير للفترة الجاية نصحت لك فرمضان مهما كنت عطشون ما تغلطش الغلطة دي ما تمسكش زيست المايا وتشربها كلها لان ده هيخليك اولا بنتك توجعك ثانية مش تعرف تاكل اشرب نص كبات ميا بس وباكمل بعد الاكل ده لو ادرت يعني كل حيا كانت نشى تمام كل حيا كانت نسى الفل لحد ما سناته بيقول problem عشان هي ما اسماش problem اسمها problem حكمة اليوم في عشرين ثانية لو واحد بنصحك بيقولك انت تضطل قاعد في البيت زي خبتها كده ومش هتخرج وهتزل قاعد كده يا بنخرج شوية ترد عليه بالحكمة دي ويتقوله I'm not stuck at home I'm safe at home يعني انا مش محبوس في البيت انا قاعد بامان في البيت ازاي تقول انا ممنون لك جدا ممنون دي معناها انك عايز تشكر حد بزيادة فلو عايز تشكر حد بزيادة هتقوله I'm so grateful I'm so grateful that you helped me يعني انا ممنون انك ساعدتني